بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقتنا اليوم تأملات في صورة العلق كلنا نعلم بأن أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي خمس آيات من صورة العلق من قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم أنه نبي وهو الأمر المحير في هذا الأمر يعني أول أمر نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يعلم بأنه مبعوث من الله سبحانه وتعالى وكأنه إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أن المهام الأول في هذه الحياة الدنيا وهو طلب العلم والقراءة وهذه أكبر معجزة إذا التزمنا بها سنحقق بها معجزات كبرى في هذه الحياة الدنيا فإقرأ باسم ربك الذي خلق وكأنها إشارة أن لابد الإنسان يتأمل فيما خلق الله سبحانه وتعالى أنه يقرأ في مخلوقات الله سبحانه وتعالى إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يعني الإنسان يتأمل فيما خلقه به الله سبحانه وتعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فعلم بالقلم وكأنها إشارة للنوع الثاني من أنواع القراءة وهي القراءة في المخطوط أو المرسوم فلهذا العلماء يقولون أن القراءة نوعان قراءة فيما خلق الله قراءة في المخلوق وقراءة في المرسوم إلا أن في وسط هذه الآيات الله عز وجل وعد كل إنسان يقرأ يعني يعطيه جزاء أو فرم وهو في قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم يعني كلما قرأت كثير أكرمك الله سبحانه وتعالى فلهذا يوجد كتاب لي جودة سعيد تحت عنوان اقرأ وربك الأكرم يقول في هذا الكتاب أن حياة الإنسان تقع بين قراءتين قراءة في الدنيا وقراءة في الآخرة فالقراءة في الدنيا كلنا نعلمها اقرأ باسم ربك الذي خلق والقراءة التي بعد الموت عندما ينادي الله سبحانه وتعالى على الناس ويقول لهم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة فلهذا القراءة هي ضرورية لهذا الإنسان ولابد الإنسان يمتتل أمر الله سبحانه وتعالى وهو أول أمر نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة